ممنوع القيادة محامي أحمد فتوح يكشف مفاجأة جديدة ويحدد مصير الاستئناف على الحكم الصادم كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك أحمد فتوح عن مفاجأة جديدة في قضية اللاعب التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والشعبية بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ جاء هذا الحكم على خلفية تسببه في حادث دهس أحد المواطنين الذي أسفر عن وفاته ما جعل هذه القضية محط أنظار الكثيرين وأوضح عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية حديثة أن المحكمة قضت بحبس فتوح لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهو ما يعني أن الحكم لن ينفذ إذا لم يرتكب اللاعب أي جريمة أخرى خلال هذه الفترة لكن في حال ارتكب أي مخالفة جديدة سيكون مطالبا بتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وأكد المحام على أنه في الوقت الراهن لا يسمح لأحمد فتوح بقيادة السيارة تحت أي ظرف وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان عدم تكرار أي حوادث مشابهة في المستقبل وتابع قائلا المحكمة أخذت في اعتبارها أن أحمد فتوح شاب صغير في سنه وله مستقبل كبير في كرة القدم ولم يكن له أي سوابق جنائية في تاريخه وأشار عبد العزيز إلى أن المحكمة كانت متفهمة لحالة اللاعب وظروفه وهو ما ساهم في التخفيف من الحكم خاصة أن فتوح لم يكن يحمل أي سجل جنائي سابق كما أضاف أن المحاميين لديهم الحق في تقديم استئناف على الحكم في حال كان هناك أساس قانوني لذلك إلا أنه حتى اللحظة لم يطلع على حيثيات الحكم بشكل كامل وفي ختام تصريحاته أكد المحامي أن القضية قد انتهت بشكل إيجابي بالنسبة للاعب حيث تم التصالح مع أسرة المتوفى وهو ما ساهم في تهديئة الأوضاع كما شدد على أن أحمد فتوح سيظل قيمة كبيرة في منتخب مصر لكرة القدم وأن هذه الأزمة ستكون وراءه قريبا